بقت البنت والولد هم اللي اتنين في قولة كلية الطب. الودع عايز ينتهم من البنت. خطة نافزة لدرجة ان نصر السكينة طلع من ظهره. يعني من رأيك طلب طلع من افاقه. اهلا بكم. اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي. تعالوا نشوف لما بندخل ولادناك مشاكلنا ايه اللي بيحصل. ده فايدة برنامج ساعة مع حنفي. ان احنا قبل ما نقدم الجريمة ونشرحها ونوضح كل ملابساتها. لازم نستفيد من الدروس ومنقحش في نفس الاخطاء. نصيحة لكل اب والكل ام. ما تحاولوش يدخلوا ولادكم في المشاكل اللي بينكم وبين ناس تانية. او بينكم وبين ارايبكم. لانكم بتخلقوا القر والحقد في قلوبه. ايه اللي حصل? زيزي بنت متفوقة جدا في السنوية العامة. كان كله طمحها في الدنيا تدخل كلية الطب. امها وخالتها عايشين في مصر لكن هم اصلا من المملكة العربية السعودية. البنت متفوقة ربنا قرمها في السنوية العامة دخلت كلية الطب. لها ابن خالتها برضو ولد شاب متفوق في السنوية العامة دخل كلية الطب. بقت البنت والولد هم الاتنين فقولة كلية الطب. الام هنا والام هنا في بيبايناتهم خلافات على مراس في المملكة العربية السعودية. طيب احنا مش بنتكلم على مراس في المملكة السعودية بيت وجراطين ارض ودكان. احنا بنتكلم على اتنين من الاسرياء بينهم خلافات على مراس باموال كبيرة وبعقارات وفلل. دي ناس عايشين في مملكة وعندهم فلوس. ففي خلاف بين الام ام البنت اللي في قولة الطب. وام البنت ام الولد اللي في قولة الطب. رغم اقول امين اخوات. يعني الام هنا والام هنا اخوات. الولد عشان احنا بندخل ولادنا في خلافاتنا الواد عايز ينتهم من البنت. فينتهم منها ازاي? وفي نفس الوقت يلعب عليها ويخلي البنت مخلاب قط يزل لامها ويجبرها ان هي تتنزله عن كل المراس بتاحها لامها هو. يعني شفت الولد اللي لسه عنده عشرين سنة في قولة قولة الطب. تساحتاشر سنة مش هنجلد عشرين تساحتاشر سنة لسه داخل قولة الطب. لكن من جواه غل وحقد على خالته. ومش عايز خالته تاخد مراسة. فعايز يكوش على كل حاجة. فيعمل ايه? جال لك اضحك على البنت. واهمها بالحب. ووقعها وبعد كده ازل لامها واخليها تتنازل لامي عن كل مراسة. شفتوا لما دخلنا ولادنا في مشاكلنا. شفوا الاولاد تفكيرهم الشيطاني وصلهم ليه? الولد فعلا في كلية الطب قعد يتقرم من بنت خالته ورغم ان فيه الام هنا والام هنا فيه خلافات ومشاكل على المراسة. والبنت ما بتكلمش الولد. لكن الولد بعبقرية. وصل الدماغ والفكرة شيطانية. اضحك على البنت. وقول لي انا مليش دعو بالخلافات اللي بين امي وامك. احنا ملناش دعو بالمشاكل دي. احنا جيل طالة. احنا جيل الصاعد. احنا ملناش دعو بالامهات. احنا نخلينا اصدقاء وانت بنت خالتي وانا بن خالتك. ونبقى اصدقاء. ورسم خطوته. والبنت سدقيته. وشوية بشوية رسم عليها الحب. وشوية بشوية اطنحها ان هي كل حياته. وانه ما يقدرش يعيش من غيرها. رغم ان البنت عندها 18 سنة. او 19 سنة بالكتير وهو 19 سنة. البنت سدقيته. والولد عشان يكمل حلته. فضل يستدرج في البنت لغيط ما قادر ان هو يمارس معها علاقة جنسية كاملة. وبعد البنت ما قسرت اعز ما هيتملك ابتدى بقى ايه? خلاص ملك البنت. وراح معرف امها. ومش اتجوز بنتك وصلح غلطتي غير لما بتتنازلي عن كل مراسك لامي. شفت الفكرة. شفت ازاي قدر يضحك على البنت ويستغلها. لغيت ما يفقدها عز ما تملك. وبعد كده يزل امها. ويبتز امها علشان يخليها متاخدش مراسة وتسيبه لام وهو. البنت عملتي بقى? عايزان انت عرفوا البنت عملت ايه? تعالوا بينا ادعوكم للاشتراك فيه. قالت ساعة مع احنافي تفعيل الجرس ليصلكم لشعار وقت ازاعة الحالة. البنت اول ما عارفت كده. ولقت انه ابتدى يتهرب منها. وابتدى يبتز امها. البنت حست ان هي ضيعت كل حاجة. وان الشاب ده ضيعها. ضيع مستقبلها. ضيع طموحها. ضيع عزريتها. ضيع امها وضيع ورس امها. وانها خسرت كل حاجة. بسبب عاجل عنده عشرين سنة ضحك عالية. البنت استغلت ان في زميل ليها في كلية الطب برضو. قولة كلية الطب. كان عامل خلافات مع الشاب ده. وليهم مع بعضهم معاملات مالية. والشاب ابن خليتها كان يستلف منه فلوس. اقنعته ان هم يستدرجوه ويحاول يمضوه على يسارات امانة ويخلوه يلتزم بيها وإلا يسجنوه. بالفعل البنت اتصرت بي ابن خليتها وعادت تبكيله انت وحشني انا عايزاك حقك علي رغم انه هو اللي مجرب. لكن هي عملت كده علشان الوقت يقولك ايه? ده البنت عايزاني عشان امرس معها. بالفعل حددت له المعاد استنتوا بالعربية ركب معاه في العربية لها صاحبه دخل بسرعة. انتوا عايزين ايه? البنت قالت له انت تعمل في كده. ده انت ابن خلتي. يعني عرضي وشرفي. انت تعمل في كده. بعد ما سلمتك نفسي. بعد ما حبيتك. بعد ما وثقت فيك. تخليني اداة عشان تبتز امي. عشان المراس. قال له والله انا ما ضربتكش على ايدك. انت اللي جيت غريت عندي. البنت حسيت ان هو مش نادمان على اللي عمله. وكمان بيتنمر عليها بالكلام. فمرة واحدة كانت مجهزة سكينة في عربيتها. مرة واحدة بدون تردد خبط السكينة في رقابته خبطة نافزة لدرجة ان نصل السكينة طلع من ظهره. يعني من رقابته طلع من افا. في الوقت ده هي وزميلها حس ان هما خلصوا عليه طلعت بالعربية على الطريق الصحراوي رمت الجسة ورجعت بيتها هي وصدقها ولا كأنهم عملوا حاجة. في الوقت ده اللي طبعا ام الشاب ده بتدور على ابنها مش لايها هي عارفة اللي عملوا ابنها وخايفة ان يكون فعلا حد عمله حاجة. طبعا الشرطة تصلت بالشرطة طبعا دول معهم الجنسية العربية فساعدتهم اكتر من خلال السفير وتدخل فيه عند الوزارة الداخلية بالفعل فيه خلال ايام اصر على الجسة ملقاة في طريق الصحراوي بسؤال امه اتعرفت على نداء ابنها من خلال التحريات عرفوا ان الشاب تربطه علاقة عاطفية مع بنت خلته وانه هو عمل معها الرزيلة وان استغل البنت علشان تكون مخلب قط عند امها وتجبر امها ان هي تتنازل عن كل مراسة لاختها. طبعا تم القبض على طالبة كلية الطب اعترفت ونهارت والت ايوة دحك علي وبعد ما مارس معايا وبعد ما افقدني عز ما املك فجدت انه بيتهرب مني وبعد كده ابتدى يبتز امي علشان اه تسيب مراسة وتتنازل عن كل مراسة في السعودية. حاولت ان انا اخليه اه يعترف بغلطه وانه هو يجي يتجوزني لكن فجعت ان هو بيتنمر علي وبيقول لي انا مضربتكش على ايدك على ايدك. فاضطريت ان انا في لحزة انفعال اغبطه بالسكينة كانت موجودة بالصدفة في العربية فدخل في رئابته ومعرفناش نعمل حاجة انا وزميلي فرمناه على طريق الصحراء. اعترفات تفصيلية. ادي اللي احنا بنقول عليها يا جماعة ما ندخلش عيالنا او ولادنا في مشاكلنا احنا حتى القرية مع بعضينا. عشان ما نخلقش الكر. اهي الام خسرت ابنها. والام التانية خسرت بنتها. تو ايه اللي سفدناها? الميراز دلوقتي هيروح لمين? اذا كان اعزم اناملك الاتنين راح. واحد مات وهو لسه في عمر الظهور. وبنتنا سيجنت ومحدش يعرف حكمها هيكون ايه لانا ده قتل مع سبق الاصرار والتراصد. استدرجته وهي يوزميلها ومعاها سكينة وقتلوه. يعني ممكن تاخد اعدام. يبقى ولادنا خسرناه. يا ترى المراس هيعوض ولادنا. هنقول ايه? لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.